سلام في واحد الموضوع يعني اوتارة اوتيرة عفوا كثيرا في هذه اليامات هل يستطيع البارسا الفوز بلقب الشامبيونز ليك سؤال كيتطرح تقريبا من جمهورة بارسولون خصوصا للمتابعين دي ونديما كيعطوني هاد السؤال غادي نديو الشامبيونز ليك غادي 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 يعني هادية كما تسمى المهمة مستحيلة علاش مستحيلة اولا يعني باش نكونوا صادقين مع انفسنا ونكون شوف كان واحد لواحد كان واحد نوع انت على الجماهير شنو كتقول كتقولك انت دائما متشائم احنا مشي متشائمين ولكن احنا واقعيين كالفرق ما بين انك تكون متشائم وانك تكون واقعي انك يعني تشوف الامور بالعقل اوكي 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 ان واحد للاحظات تشوف الامور بالعاطفة ديالك احنا نبتعد كثيرا عن العاطفة خليوا العاطفة المبعدة هدي مشي اوجوه العاطفة ده ما مشي وقت العاطفة التشاؤم يعني انا كل ما دير فيديو خرجوا لي بعد انت متشائم انتها كده ما عمر قلت نشي حاجزينة ما عمر قلت اخي ارى الظروف هي التي تفرض اننا نتشائم والنتائج هي التي تفرض علينا ان نتشائم وطريقة اللعب هي التي تفرض علينا اننا نتشائم ولكن هذا مشي تشاؤم هذا تشاؤم هو من يكون عندك فاريق ويتكون عندك واحد اللعب واحد الروح ديالفاريق واحد المستوى وكتشائم كانت يمكن ما يمكنش اما انت اصلا كتشوف بانه ليس لديك فاريق ليس لديك مقويمات الفاريق ديالك مشي فاريق باطل الفاريق ديالك يعني التوب دياله مشي توب واحد اللي غدي ديبو طولة مشي واحد وهاتشي قلناه في الديبي ديال الله ساذه اراه مشي حتى اليوم غاد عاد نبدلو للكلم ديالنا انا اقول باش ما تحسبش عليها والله يخلي لكم سسمعوا الكلام ديالي مزيان عاد حسبوني اراه اللي يسمع لي مزيان يفهم شنون بان شنور اني باغي نقول واللي غي ياخد غي كلمات غي هكا كليكات فرج غي مرخص وطح وكلمة فوضنو يجي برزتنانا بيها فليهذا اقول يعني الفوز بالشامبيونز ليك بهذا الظروف ديالنا وبهذا الفاريق ديالنا وبهذا المدرب ديالنا وبهذا الصف تكنيك اللي كاينة وبهذا الامور اللي كاينة اداريا وبهذا الفضايح اللي كاينة في الفاريق وبهذا المشاكل لتعالفاريق مهمة شبه مستحيلة اقول شبه ما قلتش مهمة مستحيلة سمع مزيان الكلمات عاد كريتيكي سمع مزيان الكلمات عاد حيح سمع مزيان الكلمات عاد اشي هدر معا اقول شبه مستحيلة علاش شبه مستحيلة ظروف تحيطوا بالنادي اولا النادي غير مستقر ماشي الاستقرار غير المادي استقرار المادي رغنينا وهدرنا فيه هدي عامين وحنا نهدروا في الاستقرار غير المادي استقرار اداري ما كاينش قلنا بانه كاين 27 استقالة وقعت في الادارة لابورتا ما عندكش استقرار مادي ما عندكش استقرار اداري وما عندكش استقرار في تشكيله علاش ما عندناش استقرار في تشكيله كثرة الاصابات اكون ما كيجي واحد يبرع كيت نضرب منه واحد اخر. ده بلا باص انتع الفريق اللي ره هتلعب حاليا حاليا. لا باص دي الفريق اللي ره هتلعب من من باش كتكوه. شوف انفايت النص احنا نديروا اسيدة باش ما نكزاجيريوش. فايت النص ولا دلماسية. والشي الاخر يعني بعد المرات كتشوف بانو لاعيبين كيد دخلوا ما كانوش ما كانوش تفو البنك تفو البنك انتع الفريق ما كانوش. جبناهم غير ملاماسية كما كان قولوا بنوت سوكور. يعني الاخوة العربكي غد ندير نفاهمها لكم الخليجيين كما يفهمونيش بها دولة المصريين اخوة المصريين. ده كان رقلك كت هدر نتيب واحد طريقة يعني مغربية صعيب نفاهمك. انا كنحاول نهدر باللغة العربية بعض المرات. ولكن كما قال لك يغلب الطبع على التطبع. الطبع ديانه هو هدر بالدرجة ديانه. فليه هذا؟ يعني عندنا واحد الفريق يعني شوف غدنا اعتبار واحد الخلاصة بسيطة بيش فهمونا الاخوة. وركزوا معي امسيا. البارسا حاليا يعني لا سيزون كاملة مش غيد رائب دابا. لا سيزون كلها. كتلعب بفريق تقريبا كله لاعي بيه ما كتلعبوش مراكز الاصلية ديانه. مثال بدنا كاللعبو كوندي كيلعب دو. وهو في الاصل لاعب وسط الدفاع. ودرنا ارى اخو دو وهو في الاصل لاعب وسط الدفاع. ها واحدة. ثانيا كان صيحو اللي شرينا هي بيش يلعبنا دو. كان لعبوه طروا. اغلب فترات الموسم اللي لعبناه طروا. البوست ديالو دو. كوندي ما يلعبش دو. نورمان مخصو يلعب وسط الدفاع. هاوما الظاهرين انت وحن ما لعب بلاستو. لانه اصلا ماشي ولاد ديك البلاستو. ماشي ما كانش مشكي. لعبنا بكريستين سن اللي هو مدافع ردينه لاعب ارتكاز. وبعض المرات كنا يلعبوا بدي يونغ لاعب ارتكاز. هو دي يونغ ليس بلاعب ارتكاز. ارى الطاقة ما كيف الفهم بانه دي يونغ لاعب ارتكاز يمشي بالدل هاد الميدان هذا. يمشي يتفرج البيستبول ولا يتفرج النار باسكت. دي يونغ ليس بلاعب ارتكاز. والدي يونغ يدير nagyon الحالة ما يلان ears it's a big concern. واللاعب هو يلاعبهم بزوجه لماذا؟ لأنه الطريق انتع للعب انتع ديونج الميتالي يخصوه يلاعب في سيستام تاعة عربعة زوج ثلاثة واحد يجيب الكرة من الدفاع ويديها للهجوم أراه ماشي لاعب ارتكاس غير باش نتفهمه الإخوة واش قوندو قان لاعب ارتكاس واشفنا انه في فترات قوندو قان كي لعبنا لعب ارتكاس يعني لاعب وسط هجوم لاعب ارتكاس كيف هي وقال هذا؟ قافي قبل ما يتصاب كان يلاعب لنا 11 كان يلاعب 11 لأنه كان بيدري وكان ديونج وكان قوندو قان وكان كان يلاعب 11 واش قافي يلاعب 11 ها ديو كان انتلا مثلا بيدري بيدري لاعب وسط هجومي في المقابلة التالية ولا كيلعب لناتا هو لاعب إلي يعني لاعب كجناع كونديسيون فيزيك مسكين طايب تلاعبو انتا كجناع تغط عليه إصابة فيليكس فيليكس لاعب جناح تقليدي انت كتلعبو فوناف ولا كتلعبو بعد المرات كتلعبو دوزيام ناف يعني هذه غير امتيلة امتيلة بسيطة يمين يامال بعض المرات كنا يمين يامال يديوها اللاسر كيلعب كجناح ايصر هو جناح ايمن بعض الفترات من المقابلات كناك نشوفه جناح ايصر طور ريس اللي هو اصلا جناح ايصر كتلعب ناف في بعض اللقاءات كان لعبو هو التسعة فلي هذا يعني شوف تركيبا بداع الفريق حتى احد ما يلعب بلاسط طبيعة الدفاع اللي كتلعب بها برصة ما هي كان لدينا ايصر دعنا ايصر والخمسة ولكننا جزء ربعاتك بوحدهم يعني شوف ارى الامور في برسلونة يعني كلها مقلوبة رأسا على عاقب فليهذا يعني المقومات باش تدين انت شمبيونزليج والشمبيونزليج يعني من اصعب البطولات اقولها بصراحة اصعب البطولات كتكون خنشوف الفرق يعني واجدة وما قدتش تدينها فما بالو كانت بفريق فيه ترقع بزاف فرقعتك كيترقع وكل مرة كترقعوا به اه ربما هاد المرة انصفتنا القرعة طيحتنا مع باريس سان جيرما وكل متفائل بانه قد نفوتو باريس انام بين المتفائلين ولكن ماشي متفائل حيث غربنا نابولي لا متفائل لانه الروح انتع الفريق بداتك تولي ولكن قدرون وصلوا الله فينا المرشحين اللي قد يوصلوا الله فينا شكون هما؟ صعب يعني هاد المرة غلقوا عادرت فينا خير اي لا فتنبار فلهذا يعني كنقول انا بانه الوضعية الحالية انتع بارسولون يعني شوف يعني اكتر المتشائمين اقوال متشائمين عفوا اقوال متفائلين ما هي المقومات التي يمتلكوا هالبارسولون نرى 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 رئيس لابورتا يقول هاد المسائل ما زال رئيس لابورتا طامع في البطولة فعلا بطولة ما زال ما انتهت تماما سنكون غير بو الكراسيكو وربما تحييت شوية البطولة ولكن كرئيس فارق ما غادش يقول لك صافيك مننا لانه يهرس الحافز والدراري والذي هزو كما نقوله نحن نهزو الصبات صافيك مننا طروري رئيس النادي وخد تكون قيمة قابلة واحدة باقية يقولك هزار نحن في البطولة نحن هنا ننافسه وننطيه هذا رئيس نادي يشجع الفارق ويعطي امال الجماهر لا يريد احباط البارسة بكل مكوناتها بصطف التكنيك إذا رئيسه قالك لا نشهد العام لا نلعبه فليهذا يشد المعلومات يقرأ في الأخبار لا بورتاكال سوف نعطيه شمبيونز ليك ماذا لدينا لكي نعطيه شمبيونز ليك مجموعة من الشباب حتى وعد فيهم يامين يامال لم يصل الكاردو فينال بيدري وصل الكاردو فينال لا يمكنه يوصل للشمبيونز ليك أول مرة فعلا أول مرة كوبارسي فيكتور فورد يعني عندك واحد تشكيلة تشكيلة لكي نعطيه لكي نعطيه لكي نعطيه لكي نعطيه بطريقة مبساطة لكي نعطيه لكي نعطيه لكي نعطيه لكي نعطيه لكي نعطيه بيتمانية لأنه كانت بعض العيوب كنتهم في فريق بأن نعطيه مستيصف الدينة ميس سيم الالف وخمسة شواء نمت ديناوال فلي هادرها الصعب من أصعب البطولات من أصعب البطولات يعني بغيت غين ديرنا وحد الحلقة اليوم بشر نجاوب دوك للجماهير لأنه تجيني اسئلة كثيرة واسئلة غريبة قال لك واحد ليش دوف نتحنوها وهذا كنت تحصل غير مع أرميريا صعبية غير برح كنا نحصل مع أرميريا غربتنا لأنتوارب اللي معمرها لعبة الشامبيونز لك غربتنا؟ تعقلوا على المارش نتعلكاس مع ذاك اللي لعبنا معها مع كاترين ديفيزيون واش تعقلوا؟ يعني الذاكرة نتعلموش الجيل الكاتراني قصيرة بزاف ماشي تشاؤم أنا كان عاود نأكد هذا ليس بتشاؤم ولكن هذي أمور واقعية هذا راه واقع انتع برسولون هو هذا احنا قلنا بأنه البرسولون ربما سيخرج بواحد الموسم صفري جاءت بعض اللحظات اللي جاءنا الامل من جديد ما نفقدوه هذي الامل ربما توقع شي حاجه ونعطي الشامبيونز لك أنا لا أقول بأنه لا نعطيه هاش 100% أنا قلت بأنها مهمة شبه مستحيلة وليست بمستحيلة ما حدني قلت شبه يعني كان واحد الامل هوا اعطانا واحد شوية القرعة اعطتنا واحد شوية دي الامل عليش كنا نقول كنا الشامبيونز لك عرف فيها شوف ماشي تكون عندك ديمة فارق قوي وشوية دي الامل وشوية دي الامل وشوية دي الامل خصوص الحظ ها هو الحظ اللي كنت نهضر عليك قرعة اعطتنا دومي فينر وعطتنا كاردو فينر نورمال مونبباري في السعن فوتور كنا كنا نفرح وما كنا نطرح مع الباري اليوم يخرج لي واحد اها هشتنبب اوكيدير اه هاشتنبب اوكيدير ارا انا قادة جوبنا هاد الناس هاد ماشي كنقولك انا ماغدش نطرح ما نطرحو 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 بش سرط واحد الروح قتالية انتعى الفارق بش سرط واحد والروح القتالية فمش فناها فولاد لاماسية ده بغدت ترجعلك نكبرها تسمعو قاعدها بيارك ومشنون 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 سوف تبدل تشكيله سوف توقع أمور أخرى فليهذا يا الإخوان خدموا شوية العقل الله يرحم الوالدين قبل العاطفة خليوا العاطفة أكبر ونخدموا شوية عقلنا ونشوفوا الأمور يعني الأمور بمسمياتها الأمور نشوفها بالواضح خليني ما أنا وصفت البارسة كل عام تدي شمبيونز لك وشكرا